أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مشروع ازدواق قناة السويس أسهم في زيادة دخل القناة وكذلك أعداد السفن العابرة للمجرى الملاحي وفي كلمة له خلال افتتاح القرية الأولمبية وتتشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قناة السويس حققت إرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا اللي بتعمل ده النهاردة صب ده حركة المفروض أن فيه ركود علامي بقى طب إزاي النهاردة ركود علامي والسنة اللي فاتت ومع كورونا ولا ده ودلوقتي حجم الدخل كده لأن فيه اعتبارات أخرى بتتدرس فيه هنا كيان جوه الهيئة بيدرس كل شيء مما فيه الرسوم اللي بتتحط والواقع العالمي وحركة التجارة ومش بس كده وتكلفة تكلفة النقل عشان في الآخر يوري رسومنا كذا كذا تاني بقول اللي بيعمل المشروع ده هاي القناة السويس يعني المليارات اللي بتتصرف من ان دلوقتي من دخل قناة السويس